بس الجنيه غير الدولار والمزاد مفتوح نسمع مرتضى منصور ملائي 100 مليون جنيه فعلا كامل شرط الجزائي 100 مليون دولار جد والله العظيم طيب انا عايز اقول حاجة بقى حاجة تو بعدين معاها لا اصلا ده حاجة ما تتفوجش عايز اقول حاجة عايز اقول حاجة ان هذا الموقف ممكن ناخده مليون طريقة ناخده طريقة ومين اللي علم عالتاني محدش علم عالتاني يا جماعة ده بيتصرف المصلحة ندي استاذ مرتضى منصور واحنا بنتصرف المصلحة ندينا وده لعبنا وبقى عندنا يعني بقية عندنا اللاعبان طبيعي جدا انك انت حاولت تاخدهم مش زعلانين منك خالص لكن طبيعي جدا لما نحتفظ بهم خلصت الليلة وشوفناها قبل كده يا جماعة استاذ ابراهيم في واقل الاباني هتشوف هتيجي دلوقت على التصرفات الاهلي وانا بيسيبنا كمل مش كل حاجة هننقلها لمرحلة وبعدين يفوت معاد واقل الاباني كان مضى وباردو خد فلوس واخدها في التوقيت السليم وكل حاجة ولما غير رأيه تفضل رجع الفلوس نفس الشيكبال رغم من الشيكبال كنا اخذناه من باوك يعني كنا متفين مع باوك الزمالك ما كانش في الصورة لكن لا ما حاب يرجع على الزمالك ومضى للزمالك اللاعب اختار الزمالك مش هنعمل ازمة انتهى في حاجات بين الاندية واعتقد ان الاستاذ مرتضى يلمح كثيرا ان في دولة وفي بلد وحنرجع ومصلحة مصر هو الراجل قد يكون مش عايش يستدر ازمة لكن في نفس الوقت ما فيش داعي بها للتسخين ما فيش داعي للتسخين دعنا ننتظر الامر لان لكل مقام كلام وموقف بالزبط عبدالله السعيد هو مع الاهلي والزمالك هو موقف جده مع الاتحاد والزمالك نفسه هو هو طيب الاهلي ما يشرفهوش انه لعب يلعب عنده ما عندهوش رغبة كاملة في ان هو يرتدي فنالت ويدفع عن اسمه عشان كده ما انتهتز هذه الرغبة شكرا ليك هدت الفلوس اللي خدتها خد عقدك ده حصل مع لعيبة كتيرة هنكون عادينا نشوف الاستاذ المشطة ده في كلام مهم جدا هنشوف المشطة لكن دلوقتي المهندس عادة فكرنا بواقل الاباني هنسمع واقل الاباني لعب الزمالك لما مضى للاهلي وقبض فلوس ومضى على عقد الا حصل بعدها موسيقى موسيقى لو عاد بك الزمن مرة تانية كلاعب هتختار الاهل ولا الزمالك لا الزمالك ما حصلت قبل كده انا مضيت في الاهلي وخدت فلوس ورجعت الفلوس وقلت برضو ان انا مضيت في الاهلي سبب من عدو مجلس ادارة هو السبب في الموضوع ده في نادي الزمالك ان انا رحت اجدد وهو اتفق معايا وبعد كده لما اتفق معايا على حاجات ما نفزهاش وبعدين يعني سخن الصحافة عليها كتب عليها كلام مش كويس رحت وقلت له انت قلت الكلام ده قال لي اوه عشان مش هنقدر نعمل اللي انت قلت عليه قلت له انا ما طلبتش المستحيل وانت وافقت انت ورئيس النادي تمام فانا ما اصرتش معاكو فليه انت تعمل معاك كده يعني فهمني فساعتها كان نادي الاهلي بيكلمني فضحت مضيت وخدت فلوس اما حصل ان نادي الزمالك ان فيه ناس اتدخلت وحست ويعني برضو كان فيه والقباني مضى والقباني ما مضاش الجماهير يعني عارب برضو ايه ما حصل فيه تدخلات لا انا لقيت ان انا لعبت في نادي الزمالك اه ست سنين في الوقت ده او خمس سنين انت فهمني فقلت لا انا هرجع في المدير التاني في النادي الاهلي وعرضت على فكرة برضو نفسي للخطر الناس مش اغدى بلها ان انا كنت ماضي في ناديين يعني كان ممكن اتوقف لكن قلت لا انا هرجع بيتي تهني نادي الزمالك يعني انا لعبت فيه فان باب قول ان انا رح نادي الزمالك وخلاص يعني الناس ادخلت فاتجعت انا بالزمال دكتور كامال درويش وقتها كان رئيس الزمال تكلم من كابتن حسن حمدي وائل عايز يفضل عندنا الكابتن حسن تكلم المهندس عادلي شوف وائل يجباني لو كانت فعلا رغبته مش عايز يكمل معانا وعايز يرجع لناديه تاني خد منه الفلوس وديله عقده فورا تم ده لا ده أنا قلت لكابتن حسن لاني كان وقتها فيه اتصالات مع ابراهيم سعيد ان نروح زمال قلت لكابتن اذا كان دي رغبتك انا حبعتلك العقود دي لدكتور كامال درويش قال لي لا مدخلش رئيس نادي زمال في الموضوع ده اللعب يجي اخد فلوسه من عندك اي اخد عقوده ويدفع الفلوس عندك ما يصحش هدي فلوس لرئيس نادي زمال ما يصحش ان انا قلت له انا ليه هدف حيبان كمان شهر فيه كلام وضغوط على ابراهيم سعيد حيمشي من عندنا قال لي احنا نعمل الاصول الله وعملنا الاصول ومتعملش معانا الاصول عملنا الاصول ومتعملتش معانا الاصول آپ قرئي